أهلا بحضراتكم من جديد طبعا بكرة مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لنادي الأهلي ممكن يكون البعض شايف أن خلاص الأهلي حسم التأهل لدور المجموعات ودور الستاشر تحديدا من بطولة دورة أبطال أفريقيا اللي الأهلي بطالها واللي فاز بها في نهاية شهر نوفمبر الماضي على نادي الزمالك بتنتيجة اتنين واحد في نهاية كان تاريخي ومش هيتنسي بكل تأكيد فالأهلي بيسعى من خلال هذه البطولة أنه يحافظ على لقبه المميز والمفضل لكل جماهير وبإذن الله تعالى لكن مباراة أكيد هي مستهلة ما فيش مستحيل في الكرة لا قدر الله ممكن فريق سوند بيكون ماشي بشكل جاي تكون أنت مش موفق ولا حاجة لا إحنا لازم نكون مركزين لازم نحن نلعب مباراة كبيرة لازم نحن ندي رسالة من خلال مثل هذه المباراة لكل الفرق اللي بتشارك في بطولة دورة أبطال أفريقيا هذا الموسم وأن بطل أفريقيا جاهز لحظ اللقب مرة أخرى عشان يبقوا لقبين متتاليين فبإذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أيضا النادي الأهلي بيستعد من خلال هذه المباراة لمباراة الدوري اللي هو ماشي فيها وأيضا في إطار كمان الاستعداد لكأس العالم الأندية اللي حينطلق في يوم واحد فبراير المقبل فكل المباراة المقبلة أنت من خلالها بتقدر أن أنت تستعد وتكون التشكيل الأنسب اللي بإذن الله تلعب به في كاس العالم الأندية وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه البطولة ونقدر نحق نتائج كويسة وتكون مشرفة بكل تأكيد وأيضا عندك مباراة سيروميكا كلباترة يوم الجمعة اللي جاية مباراة أيضا مهمة فريق سيروميكا فريق مميز لكن في كل الأحوال اللي احنا متعودين عليه داخل النادي الأهلي أن انت بتبقى مركز في كل المباراة على حدة اللي جاي لك إيه دلوقتي؟ بكرة مباراة سوندب بطل النيكر مهم إن شاء الله بإذن الله للأهلي يقدي أداء جيد خصوصا بعد التعادل الأخير أمام ودي دجلة فيه بطولة الدوري وكان فيه أقطاء تحكمية في الحقيقة بخلاف جيابات كتير كانت عندنا يعني كلها أمور بتحصل في كرة القدم لكن في كل الأحوال الأهلي بيفكر في ما هو قادم بكل تأكيد لأن الأهداف لسه بإذن الله تتحقق على المدى البعيد أنت عندك مشوار طويل في بطولة الدوري بتحاول أن أنت تاخد بطولة رقم 43 في تاريخك اللي أنت بطالها أساسا وعندك مشوار طويل بإذن الله تعالى في دوري أبطال أفريقيا فكل التوفيق للنادي الأهلي في مبارياته المقبلة بداية من مباراة الغد